قالت إيران إن قاربي الصيد إيرانيين انحرف عن مسارهما في مياه الخليج وتعرض لهجوم بإطلاق نار قامت به خفر السواحل السعودية أمس السبتة ما أدى إلى مقتل صيد إيراني أفيد بأن قاربي الصيد الإيرانيين جرفتهما الأمواج بعيدا خلال قيامهما بأعمال الصيد في مياه الخليج وتعرضا لهجوم بإطلاق نار قامت به قوات خفر السواحل السعودية يوم السبت مما أسفر عن مقتل صياد إيراني وأشار مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية إلى أن إيران تجري تحقيقا في الحادث لمعرفة ما إذا كانت العوامل الجوية أدت لدخول القاربين المياه الإقليمية السعودية واتهم المسؤول الإيراني خفر السواحل السعودية بانتهاك المبادئ الإنسانية ولم تبد السعودية ردا على هذا الحادث بعد وأشار محللون إلى أن هذا الحادث قد يؤدي إلى تصاعد التوتر بين إيران وبعض الدول العربية بقيادة السعودية يذكر أن هجوما إرهابيا خلف عشرات القتلى والجرحى وقع في إيران في السابع من الشهر الجاري وعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عن الهجوم وتعتقد إيران أن السعودية تمول التنظيم المتطرف ومن جانبها أرسلت إيران أكثر من مائة طن من الإمدادات الغذائية لقطر بعد قطع عدة دول عربية علاقاتها مع الأخيرة في أوائل الشهر الجاري كما فتحت إيران مائة رحلة جوية إلى قطر لدعم شركة الطيران القطرية يذكر أن التوتر المستمر بين إيران والسعودية قد يصاعد من اضطراب الوضع في المنطقة ترجمة نانسي قنقر